بسم الله والصلاة والسلام وعلى عشق في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم في ثيرد شابتر شابتر نمبر سري اليوم ما احنا نكلم برضو هنكمل هنكلم عن الاكواليبريا مع الاتزان الجسم يكون في حالة اتزان متى في حالة اتزان متى يكون في حالة اتزان الجسم there is no net force acting on the object تمام ان الجسم submission F تساوي 0 اول شرط الجسم ده من قوله والله الجسم ده في حالة اتزان امتى لما يكون محصلة القوة there is no net force محصلة القوة تساوي 0 يعني no net force تمام acting on the object شرط الثاني مهم برضو there is no net torque مفيش عزم يبقى مجموعة العزوم submission Tau برضو بساوي كام بساوي 0 ساوي 0 In other words the object is not experiences لا يتأثر linear acceleration or rotational acceleration الجسم في هذه الحالة لا له 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 ليس له تسارع خطي ولا تسارع دوراني أنا عندي نوعين من التسارع الايه هو التسارع الخطي بساوي معدل تغير السرعة الخطية بالنسبة للزمن بساوي 0 او التسارع ايه الدوراني الدوراني اللي هي مثلا alpha بساوي معدل تغير السرعة الزوية بالنسبة للزمن يبني عندي سرعة V هي سرعة خطية والأومجا سرعة زوية وكلها هم معدل التغير the rate of V تمام بساوي 0 the rate of Aومجا بساوي 0 ايه هو التورك ما هو العزم التورك is like twisting force قوة دوران قوة التواء twisting التواء the more torque you apply to a wheel the more quickly its rate of spin change تمام؟ انت الدوران سهل الدوران ممكن في البيت عندك لو انت بتفتح الصنبور انت لما تدري تفتح الصنبور بيبه فيه ادي مثلا يبه فيه قوة الى اسفل وقوة الى اعلى يقف كده اهو حرق ايدك كده هتلقى السبابة الى اعلى وبعدين ابهام الى اسفل كأنك بتفتح بتاعت اسمه دوران او drive لما تجد تسوق السيارة انت بتروح تحرك drive بتاعها كده يبه قوة الى اسفل وقوة الى اعلى والقوتين كده بعض يبهام متساوتين في المقدار ومترددين في الاتجاه تمام؟ وبينهم مسافة في هذه الحالة بيحصل تورك بيحصل عزم هنا definition of angle and radians راديانز راديانز الزاوية نصف خطرية الراديوس هنا عند السيتا دلتا سيتا ودلتا سيتا هنا بيحصل هنا بالنسبة انا عندي نقطة بتتحرك من هنا الى من النقطة ايه مثلا الى نقطة بي مثلا على قوس على ارك عمل الزاوية مقدارها اس الاس طول القوس طول القوس تمام؟ وعمل الزاوية مقدارها دلتا سيتا يعني نصف القوت هذا عمل تغير في الزاوية مقداره ايه؟ دلتا سيتا الارك لانس طول القوس على نصف القوت يديني دلتا سيتا مقابل على مجاور لان زاوية صغيرة جدا والقوس صغير وبالتالي لما يكون انت عندك زاوية صغير الصائم بتاعتها والتام حقها بيساوي نفس الزاوية الوان ريفليوشن الدورة الواحدة بيساوي تلتمية وستين درجة بيساويها تو باي راديانس اه؟ فالكزامبي الباي راديانس هي مئة وثمانين الباي على اثنين راديانس هي تسعين درجة دي عبارة عن والوان ريفليوشن اللي هو تو باي سيرتي سيري هندرد تكستي ديجري هنا العلاقة بين اللينير تمام؟ مع الروتيشنال موشن الحلقة الخطي يعني الحركة الخطية مع الحركة الدورانية هنا فيه اللينير ديفينيشنز تمام؟ التعريفات بتاعت الحركة الخطية المسافة المقبوعة دلتا اكس اهي جسمي يتحرك من اكس اي لأكس اف انيشيال بوزيشن الى فاينال بوزيشن انقضع مسافة مقدرها دلتا اكس السرعة في هذه الحالة اللينير فلوسيتي عبارة عن مسافة على زمن يبا دلتا اكس على دلتا تي التسارع الخطي عبارة عن سرعة على زمن يبا دلتا في على دلتا تي يبا دا اللينير ديفينيشن طب الروتيشنال في المقابل لو كانت عندي نقطة النقطة دي بتتحرك على محيط دائرة من نقطة مثل بدأت بزاوية مقدارها سيتا اي انيشيال انجل وانتهت بزاوية مقدارها فاينيل وحصل على تغيير في الزاوة يخطي دلта younger. يبقى الدلتا c عون راديانس على مقياس الزاوية. لكن راديانس زاوية هي عبارة عن مقياس الزاوية. وقف ما ترغبا instagram السرعة الضوينة السرعة الضوbase عباره معدل تغير الزاوح بالنسبة ل Steam لكن السرع الضودي معدل التغير الزاوح بالنسبة لgelools يبقى in radians per second or revolution per minute دورة كل دقيقة برضو زي ما عملت السرعة الزاوية حامل التسارع الزاوي التسارع الزاوي معدل تغير السرعة الزاوية بالنسبة للزمن in radians يبقى in radians per second square ده العلاقة بين linear definition و rotational definition هنأخذ مثلا a car drives 400 meter in 20 seconds سرعة سادية تتحرك 400 متر في 20 ثانية ايه اللي حصل find the average linear velocity اوجد السرعة الخطية المتوسطة average سرعة خطية متوسطة بالسوية delta x دي طبعا انا ادي السرعة لما اضع عليها علامة كده معناها متوسط ده معناها average average velocity average linear velocity average linear velocity عبارة عن مسافة معدل تغير المسافة بالنسبة لمعدل تغير في الزمن delta x على delta t المسافة اللي قدعة 400 متر على خلال فترة زمنية مقدارها 20 seconds يديني في الاخر كام؟ 20 متر per second ده السرعة ايه؟ ده عبارة عن average linear velocity في المقابل احنا بنوجد اللي هي average angular velocity عوجلة العجلة دي طبعا ايه؟ عدل تغيير الزاوية بالنسبة للزمن 400 باي راديان على 20 سن 20 باي راديان بار سن أو 10 راديان بار سن أو 600 راديان بار منت الانير برضو هنا الانير اكسيريشن هنا عبارة عن التسارع بتناسب مع القوى الكلية هنا التسارع الخطي طبعا ده الخطي لانير النيت تورك لما نتكلم عن عزم النيت تورك يقابله انجلر اكسيريشن لكن هنا النيت فورس يقابله انجلر اكسيريشن انجلر اكسيريشن هنا في هذه الحالة التسارع الدوراني او الزاوي ما له يتناسب مع التورك مع عزم الدوران الكل اشتركوا في القناة